نروح لأخبارنا هنبتدي بكرة اليد عندنا منتخب مصر سافر منذ ساعات قليلة إلى الدنمارك لمشاركة أو لعشان يلعبوا الدوري الزهبي طبعا الفرق أو في أوروبا لما بيخشوا على بطولات أفريقيا لأنه طبعا فيه توقف دولي في كرة اليد المنتخب بيستعد لبطولة أفريقيا وبالتالي المنتخبات الأوروبية بتستعد أيضا لبطولة أوروبا فالفرق العظمى في كرة اليد بتنظم بطولات ودية وبيستدعوا أو بيقدموا دعاوة للفرق القوية على مستوى العالم طبعا منتخبنا رابع أولمبياد هو أحد أفضل الفرق في العالم فتوجهت له دعاوة فالدوري الزهبي ده هيكون في زولة حضراتكم في الدنمارك وطبعا بيقود منتخبنا إخوان كارلوس باستور المدير الفن طبعا ده اجتماع معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي في المركز الأولمبي ووراء الأستاذ محمود فوزي المتحدث الرسمي المحترب بأوروبا اتقابل معهم قبل سفرهم للدنمارك البطولة تتلعب من 4 إلى 8 يناير اللي احنا فيه في سوداسي من النادي الأهلي موجود مع المنتخب إبراهيم المصري عبد الرحمن فيصل أحمد عادل محصر رمضان أحمد يشام سيسا وأحمد خير دول اللعيب ده منتخب مصر طبعا وستة من منتخب مصر من أصل 18 موجودين مع منتخب مصر فالنهاردة بتتكلم 33% من قوام الفريق من منتخب من النادي الأهلي وطبعا هتلاقي 33 زي يوم أو أكثر المحترفين والباقي يأتي غالبا من ندي الزمالك طيب المنتخب هيلعب أول مطش ليه في البطولة بكرة قدام هولندا مطش صعب وهيلعب بعد كده الدنمارك يوم الجمعة وكمان هيلعب إن شاء الله يوم السبت قدام النرويج تلت مطشات جمدين جدا وأكيد دول خير استعداد لبطوط أفريقيا القادمة اللي هتتلاقب في مصر إن شاء الله من 17 إلى 27 يناير في نفس التوقيت أو هيكون فيه أوبرلاب حاجة بسيطة مع بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم يناير فيها شغل كتير يعني المنتخبات مصر خاصة ليد اللعبة الشعبية الأول تانية والقدم اللعبة الشعبية الأولى اللي بلعبه بطولة أفريقيا للفريقين كل التوفيق أكيد لمنتخب مصر في كرة اليد